هتتأجل سنة شوية بعد السيمبوزيا مليمتولوجي مع الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر وأستاذ البطنة وأمراض الدم في القصر العيني جامعة القاهرة هيكلمنا عن الكلانيكال برسباكتفز ان دامانجمنت افمايلوفاي بروزوس سلام عليكم ورحمة الله في الاول احب اشكر اللجنة المنظمة دكتور سامة ودكتور احمد صبري على دعوتي الحقيقة احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع ويمكن في السنين الاخيرة دي والان بي ان بصفة عامة بقينا بنشوفها كتير قوي في الارا بتاعة دي عاملت كتير لعيني ميلوبرف نيوبلازب نتيجة الانبسطيجياتيجياتياتي تهمه على نفسه عشان الكوفيد يكتبه ان احنا عندنا مشكلة في السي بي سي ليه اتلاعي لارايه اتناك غريف بروشي العدوى عن حرات الدكتور سوف أعطي قبل بروشي العدوى عن حرات الدكتور بـمتحدة الخيارات مفايلة والميلوفيبروزي الثرابيز ان دفولوبمينت كلينا عارفين الميلويد ماليجنسيز اكورين دابليو اتشي او صنافت حاجة من ثلاثة يا اما ميلو ديس بلاستيك سندروم يا اما اكيوت لوكيميا يا اما ميلو بلريف نيو بلاسب والميلو بلريف نيو بلاسب حاجة من اثنين يا اما بتكلم على كرانيك ميلويد لوكيميا اللي معها بي سي ار اي بي ال اللي هو الفلاديل فيا الكروموزوم بوزيطيب او الطوك بتاعنا تدي عن الفلاديل فيا نيجاتيف ميلو بلريف نيو بلاسب ودي كلونال هيماتو بيتك ستين ديس او ديو دو اجاكتو ميتاشن كريتكلم ميتاشن او او نن درايفر ميتاشنز لايك اس اكس الوان انتو اللي تؤدي الى حاجة من ثلاثة يا اما العين بتاعنا هيجي باستينشل ثروموسيتوزيس يا اما هيجي ببوليسيسيميا فيرا او الطوك بتاعنا النهاردة عن الميلو فيبروزيس ويجي هنا او سؤال وينتو سسبيكت بايشنت بذ ميلو فيبروزيس وانو يارفاسن بايشنتو السيمتوماتيك سبليلو ميجالي سبيشيلي يوجي سبليلو ميجالي ودفشيال دياجنوز بتاع السيليوني جريتكزين ديوجيا الحيه هي حاجات محددة ما زي باقيت اسباب السبليل وكمان لو معايا انيميا ودي واحدة من الهول مارك أوفتة ديزيزيزيز وفايلو فيبروزيس ومعاكو نيشل سيمتون بشكل كبير، بشكل كبير، بشكل كبير، أرجوك أن تشغل ميالوفيبروزيز الحقيقة كثير قوي أن نرى عين الميالوفيبروزيز بعد ما يكون العين جاي عمل اسفلينيكتومي وبعد كده السي بي سي بي سي بتاعته بيت أسوأ كثير قوي وبعد كده يبقى يريفير العين للهيماتولوجيست لا، انتلقيت الكنيستيليشن دي هي سبلين حتى لو بوردال لين أنيميا ومعها كونيستيلي سيمتومز على طول فكر ميالوفيبروزيز ممكن يبريزنت بمانيفيستيشن دانية مثل الكارنتي انفكشن زي سرومبوزيز زي بليدينج أو إكسترامدالة رهيماتو بيسيز في أخرى أخرى من السبلين إيه هو الديزيز بيرن بتاع الميالوفيبروزيز قبل ما نتكلم عن الديزيز بيرن لازم نبقى كلنا فاهمين الباسيولوجي لأن الديزيز كله جاي من الباسيولوجي عندنا ده البوم مارو مايكرو انفيرومنت البوم مارو مايكرو انفيرومنت في جاكستيت هايبر اكتيفاشن النتيجة الميتيشنز التي قلنا عليها، يؤدي إلى وجود بوليفريشن في المياه كاريو سايتس مع النيوتروفلز فبتطلع سيتو كاينز كثير السيتو كاينز تبدأ تنكريز البرمياليتي تزود الأنجيوجينيسيز تؤدي إلى فيبروزيز وبوم مارو وبالتالي ديكريز الريس روبيسيز بالتالي أبنورمال ميكروس دي تبدأ تهاجر بره بومارو تشوف إكسترامدالي سايدس اللي على رأسهم الليفر والسبليل طب إيه هو البردن بقى بتاع عين الميلو في بروزيس أول حاجة زي ما كنا لسه بنتكلم بورجريسيو سبلينو ميجالي وده بيحصل في خمسة وتمانين في المية من العينين اللي عندهم ميلو في بروزيس تاني بردن هو الحاجة الزيوية في وغدره النفس والماء والساعدة واللحقة واللحقة والإضافة الزيوية لايها لدينا ملتكلماتي بهما كنت عن ميلو في بروزيس أشهرهم الفاتيج أن 50% من الميليو في بروزيس يعاني من الفاتيج وده كانت أيضاً عزائي من أية الفتيج وده كان يمبكشن في 81% من العينين دول على على أكوالي وبالتالي تقوم بالتالي تقوم باستهامار الجاة والأكدام من العمل او طيب هل ده لي علاقة بأن العين بتاعي هو لا رسك ميلو فيبروزيز ومبين ولا هاي رسك الإجابة لا إذا لو رسك ميلو فيبروزيز بيشن هي صفرز ألوت تالت مشكلة وهي السيتوبينيز وعلى رأس السيتوبينيز زي ما كلنا عارفين الأنيميا والأنيميا بتحصل في مور دان سفنتي فايف برسنت من عين الميلو فيبروزيز ومع الجرني بتاعي الديزيز بيانكريز افتو 90% فايفينت اكسبرينسنج الريلاتف ديجريز افتو تاني حاجة هو الثرومبوسيتوبيني ودي بتحصل في 30% فايفينت ويوجو سيتوزيز في 10% فايفينت طيب الحقيقة أحسن طريقة نقدر نقل استريد بها الموضوع ان احنا ناخد حالة على أرض الواقع داعياننا هو 47 سنة عاماً كانت مجموعة جداً طيب شفتوا لماذا قال الهيمتولوجيز كان عنده مائلد أنيميا هموجب من 11.5 ويتسل كونت 12.000 ويتسل كونت ويتسل كونت ويتسل كونت ويتسل كونت ويتسل كونت كان عنده ثرومبوسيتوزيز عند هذه المرحلة أول من نشوف ثرومبوسيتوزيز ويجب ان نتعرف سياربي بتاعنا كان نيجاتف الاسر بتاعنا كان نورمل الويتوميون بتاعنا كان فري وعشان هو عنده أنيميا واحدة من أشهر الحاجات التي تعمل ثرومبوسيتوزيز هي الاندفشنس أنيميا عملنا كاتواز نورمل الالد اتش كان هاي تواز فايف هندرد انزل سبلين اتواز ففتين سنتيميتر يبقى إذا احنا بنتكلم على وزي ما اتفقنا في الاول في اول حاجة تعملها اعمل بي سي ار اي بي ال للعيان ده عشان ان هو كرونيك مايلويد لوكيميا لان ده ليه تارجت ترابي وهيتعالج العيان بتاعنا طلع بي سي ار اي بي ال نيجاتف ونيجي هنا بقى للنقطة الثانية طيب ما العيان بتاعه عندي ثرومبوسيتوزيز وعنده ميلد انيميا والويتسل كونتو بتاعه انكريزي شوية وعندي جاك تو بتاعي بوزدب انا بتكلم على ولكن الميلو بالرفراتف مش كلهم حاجة واحدة العيان بتاعي ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى وممكن يبقى وتيجي هنا اول رسالة في المحاضرة النهاردة قبل ما اقول ان انا هعالج عيام لازم اعدي على ثلاث مراحل اول مرحلة لازم اصاب طيب النوع انا اتكلم بري ام اف ولا ام اف ولا بي في ولا اي تي ولا ام دي اس ام بي اف اوبرلاب تاني حاجة لازم اعمل رسك استراتفيكيشن للعيان وتالت نقطة قبل ما ابتدل العلاج بتاعي لازم اشوف العيان بتاعي هي اسنتوماتايزنج اور نوت وعشان اوصل لكورد دياجنوزيز بون مارو مورفولوجي اسمنداتوري ميلو بريفن وبلازم لا تساوي جاك تو بوزاتف زي ما هنقول بعد كده ان العيانين الميلو فيبروزيز ممكن يبقوا جاك تو نيجاتف في خمسة وتلاتين في المية من العيان والعيان بتاعك ميلو فيبروزيز احنا بنيجي نعمل جاك تو لقيته نيجتف بس انا مش ميلو بليفرتف فكر في حاجة تانية ده مش صح طيب نرجع لعياننا عملنا مارو كان فيه في المياه وكان عندي في المارو والكاريو تا exatamente كنورمل طب خلينا نبص كده بقى على نذهل عندي تلاتة بيبدأوا ببول مارو كان عندنا بتاعنا ماشي مع اول بانتور بتاعنا تالت تالت حاجة كان بز he الزجاه بيكتوب نحن عندي تلاتة طيب لازم يكون عندي أنيميا احنا عندنا احنا محتاجين احنا محتاجين احنا عنده ثلاثة ماينور والثلاثة الميجور اذا احنا بنتكلم على عيان ماييلو فايبروزيس مع ان عنده ميلو فايبروزيس وعنده سبلين والبليتلس بتاعته كانت عالية طيب بعد مشخص ماييلو فايبروزيس هنجي للخطوة الثانية اللي احنا قلنا عليها لازم نعمل للعيان وده هيساعدني في التريتمند ديسجن وفي السيرفايفل الحقيقة ان البرونوزيس معدت مراحل كتير قوي من ناينتين ناين سيكس لحد ما وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي كانت في الاول بتعتمد على الكلين كان لديتا بس وبعد كده مع الادفانس في السياتو جيناتكس والموليكولر بدأ يبقى فيه مالطبول سكورينج سيستم زي ما هنقول بعد كده اشهر مهمة جدا عشان الهيمياتولوجيس ان احنا الاي بي اس اس بنستخدمه انيشيلي الدياجنوزيس فقط ما ينفعش ان انا ريسك استراتيفاي العيان بتاعي بعد كده اقول نجلس اي بي اس اس طيب اي الفرق بين الاي بي اس اس والديناميك اي بي اس اس ان كل نقطة من دول بتاخد وان بوينت مع عدل هموغلبين بياخد تو بوينت في الديناميك ومع وجود السياتو جيناتكس اضافه السياتو جيناتكس والبليتلت اه ثرومبوسايتوبينيا والاربسيس ترانسجين نويد عملوا الديناميك بلاس ده الموست ريسنت وان اللي بيعتمد على اذا كان العيان بتاعنا هي اسكاند في ترانس بلانت ولا لا وده بيانكلود الدجريزو في اناميا بيفرق ما بين الميل والفيميل الدجريوف فيبروزيس والكنيشل سيمتوم والموليكولر والسيتو جينيتكس نيجل تالت نقطة بعد ما عملت ريسك استراتيفكيشن للعيان لازم وقاعدوا كثير قوي وعديننا مراحل كثير قوي لحد ما بقى فيه حاجة اسمها الامبي انتين سكور والامبي انتين سكور ده تزاق موديل بيعتمد على سيمتوم ريالية تتلات حاجات المهمين اللي قلناه في البصف فيسيولوجي الانفلاميش على عشان السايتوكاين اللي سبلين ان ذا نيميا كل واحدة من دول عشرة سيمتومز فروم زيرو تي تن زيرو اتسس ابسن تن وويتش اتدى ورست المجنبال سيمتوم وفي الاخر بيجمع دول ويديني مجموع كام من مية ده لازم اعمله before the treatment and during the assessment of the response to the treatment نرجع للعيان بتاعنا خلاص هو ميلو فيبروزيس عملنا له risk assessment طلع low risk ميلو فيبروزيس اسمتوماتيك عيانك جاي عشان ولا عنده ميلو دانيميا ويشهد فرومبوسيتوزيس طيب العيان ده هوتشوف الويتنج ولا بما انه تشخص ميلو فيبروزيس هيدروكسيرية ولا هديره انترفيرون ولا هدي جاك انهيبتور زال جاكا في او الفيدراتنب خلينا نشوف الانسي سي ان اللي ابديتد تو ويكس اجو قالت ايه على العينين دول قررت لك اول خطوة في العيان low risk according to the risk certification السيزة سيمتوم لو عينك اسمتوماتيك ما تعالكش العيان او تدخله في كلينكال ترايل جاست اوبزيرفيشن يبقى مش كل عيان ميلو فيبروزيس هيحتاج اننا تديله علاجة دلوقتي طيب عيننا قاعد على واتشوف الويتنج فور وان يير وبعد سنة بدأ يشتكي من اكستريم فاتيج والفاتيج قلنا من ضمن الحاجات المهمة مع الميلو فيبروزيس هل ده يعني ان ده رجريشن الميلو فيبروزيس تدي علاج الاجابة برضو لا لما عملنا سي بي سي كان الهموجل من بتاعنا ايت بوينت فايف الواتس الكاونت كان تولب ساوزان ودليتلس فور ففتي والسبلين بتاعنا بقى تمنتاشر سنتي طيب هل هنضي له بقى هيدروكسي ريب ما انه ميلو فيبروزيس وبقى عنده فاتيج ولا هنضي له عشان خاطر العيان بتاعنا عنده انيميا ولا هنضي اميون وميديوليتورز ولا هنضي دنازول ولا احنا محتاجين انفستيجيشن الثانية الانسي سي قالت اي عيان ميلو فيبروزيس يجيلك بانيميا امشي معاه زي اي عيان عادي خالص اكسيكلود the other causes of the anemia like the iron deficiency بيتويل باندفوليت and hemolysis لو موجود حاجة من دول هنعالج اكورنلي لو لا العيان بتاعنا ده هنميجر السيرم لو اقل من خمسمائة هياخد لو اكتر من خمسمائة we can give jack inhibitor memelutinib we can give اميونو ميديوليتور باس امانيس استيرويد and we can give the off label indication of the loss better set. طيب عياننا بقى لما عملنا الهموليتك ماركرز طلع عنده افدنس وفموليسيس باي كومز بوزطي فائزا هو عيان اوتو اميون هيموليتك انيميا سكندري تو ضميلو فيبروزيس وهنا كانت الدسيجن ان انا هبتدي استيرويد وان ميلي بير كي جي والحقيقة العيان التين انج رسبونس فور تو تو تري مونس وبدأنا نعمل جراديو الوثدرول الاستيرويد والعيان ماشي فترة كويس قوي وبعد الثمن شهور من الوزدرو والاستيرويد اللي هموجل بنبقى التين بوينت فايف تاني التين بوينت فايف تاني التين بوينت فايف تاني تبقى عنده كنوشتات سمتونج وفتيج برو رايتس واللي كانت 18 سنطي بقى عشرين سنطي عند هذه المرحلة فكرت ان العيان بتاعي اكسلريتد قلب انتوان اكيوت لوكيميا عشان كده عملنا طلع في وعملنا من تاني طلع العيان بتاعنا انترميديات ون طيب هو دلوقتي محتاج التريت من فعلا ازا ميلو فيبرولوس وقبل ما ابتد علاج للميلو فيبرولوس لازم اعرف ايه الجولز بتاعتي انا محتاج اريديوس محتاج امبروف السيمتمز محتاج امبروف الكواليتي ومنع الكمبليكيشن لكن عندي التمت جولز زي البروجريشن فري سيرفايفل زي الاورور سيرفايفل والهوب بتاعنا ان العيان بتاعنا يبقى من الميلو فيبرولوس طيب الانساس انا قرأت لك لو السمتماتيك بقى تعمل ايه دخله في كليكال ترايل او تقدر تدي روكسونوتنب الجاكافي او تقدر تدي هيدروكسيورية لو هو في هايبر بوروريفريتف ستيج او ندي انترفيرون في الوقت ده ما كانش عندنا جاكافي وما كانش لي اكسس للعيان الاكسس للجاكافي تدينها هيدروكسيورية وبعد ما استخدم هيدروكسيورية بثلاث شهور وده كان اول درج ولا زال بيستخدم في عيانين الميلو بروفن نيو بلازم السي بي سي ليتل بيت امبروفد والسبلين شراجن شوية والسيمتم بدل مكان تلاتين بقى خمستاشر ولكن كعادة الهايدروكسيورية ان بتاعت الريس بونس طيب قليل بعد عشر شهور العيان بتاعي قلب على النقيد تماما الامبين زاد الاسبليم بقى واحد وعشر سنتي تمام والهومجلوبين بتاعنا دروب اكتر فبالتالي كنا لازم نفكر احنا هنعمل ايه مع العيان ده اللي دلوقتي هو خمسين سنة سنة صغير هاير ريسك انترميديا تو ان السيمتم سكور بتاعه فيفتي اوبر وان هندرد لحد اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي قلني كيوراتف تريتمنت فور هاير ريسك مغايلة فيبروزيس اذا الوجينيك هيماتيوبيتك ستم سيل ترانس بلانت طيب لو مش هتزرع العيان بص على البلاتليك كاونت لو اكتر من خمسين ممكن تستخدم اي جاك انهيبتور ريكسونوتنب جاكافي فيدراتينب موملوتنب باكراتينب لكن لو البلاتليس بتاعتك تحت الخمسين ما قد نشغل حل من اثنين وللأسف مش موجودين عندنا في مصر الباكراتينب وريسنتري تمام اربعة ابرواف جاك تو اند كومفورت واند كومفورت واند كومفورت واند كومفورت كان الاند بوينت تعطي حاكتين والسبلين والسيمتم المروف منت اللي هم أكثر بيردن على عيان الميلوفيبروزوس. وزي ما هم شايفين هنا. There is a market reduction of the spleen volume. اللي اتدى عند الاسبوع الرابع وكمل لحد تمانية واربعين اسبوع ديرابل ريسبونس طيب السيرفايفل الأخبار وإيه. لأن العيان اللي اخذوا الروكسوناتونيب كان الوفر اول سيرفايفل بتاعهم كال 5.3.3.8. With 30% reduction of this in the favor of rexonetinib R. نجل النقطة المهمة جدا هل كل عيان ميلوفيبروزوس هياخد جاكافي لازم يبقى جاكتو بوزطف اللي كنا بنقوله في الأول الإجابة لا. العيان بتاعنا في عندنا 35% من العيانين بتوع الميلوفيبروزوس up to 40% جاكتو نيجاتف وبيكمل الكريتيريا بحاجات تانية. ودول برضو هيستفيدوا من الروكسوناتونيب يوزيس سواء على مستوى الاسبليين أو على مستوى السينتوم سواء كان بوزطف أو نيجاتف أو حتى الميتشن الستيتاس بتاعته مش معروفة يبقى كوريليشن بان انا استخدم الجاكتو انهيبتو الروكسوناتونيب عشان هو جاكتو بوزطف بس دي معلومة مغلوطة ممكن استخدمه في الجاك نيجاتف طب يعتمد على ايه؟ يعتمد فقط على البليتليك كاونت لو البليتليك كاونت مور دان 200 بستخدم 20 ميلي جرام تويسة داي لو 100 بستخدم 10 ميلي جرام تويسة داي لو 50 100 بستخدم 10 ميلي جرام تويسة داي تحت الخمسين لا طيب انا محتاج اعرف ايه بل ما بتدي العيان بادي انذيبت سي بي سي كومبليت بلاد كاونت عشان ابوص على البليتليك كاونت وهعمل كل من اثنين لاربع اسابيع لحد ما يبقى فيه استيبل رسبونس وبعد كده وين اندكيتد لازم اخد بالي من الليفر فونكشن اندكيدني فونكشن عشان احسب الدوز ادجاست منت بتاعة الجاكا في طيب احنا بنعمل انهيبشن للجاك ستيت باسوي فبالتالي بأثر على الاميون التي سيل والناتشور الكيرا السيل فعندي انسيبنس انيبقى ممكن عندي انفكشن عالي فلازم انعلمني بيشتكي من ركاران تيو تي اي اعمل له يورين كالشان ستيفتي لازم اعمل تي بي كوانتي فيرون جولد واكيد كلكم متفقين معي ان تي بي اخر تلات سنين بقينا بنشوف حالات ليتان تي بي كتير جدا واكتف تي بي كتير جدا فما فيش غنى عن اني لازم اعمل للعيان بتاعي قبل ما يبتدي الجاك تو انه الروكسونوترنب لازم اعمله تي بي كوانتي فيرون جولد لازم سكرين هباطايتس سيرفس انجن لانه يعمل ري اكتيفاشن بي ولازم اعمل سي وعالرغم من انه ليس ليش بي بي كيس بس شود بي done and itش اي في سكريني طيب عيانك بتاعه مش قوي على مستوى السمتوم الاسبلين هجري بسرعة بوصة لو اكتر من ونهاندرد تونتي فايف انذا ابلي سلوت مور زان سيفينتي فايف هانكريز دوز باي فايف ميلي جرام تويس هدي ونيجي هنا لنقطة تانية ان الماكسما ميلي جرام تويس ديلي ومش هزود غير بعد مرور شهر من بداية الدواء مش اسبوع ويلا بسرعة نجري عشان نزود الجرعة وبنزود بعد كده افري تو ويكس نيجي للنقطة المهمة برضو انا العيان بتاعي هبطل الدول سوي او الاخر بليز جو فور جراديوال تابرينج اف جاكفي عشان ما يحصلش ريباون سايتوكاني ستورم والعيان بتاعك يخش سايتوكاني ستورم والعيان بتاعك يشوفه مع عياني الكوفيد والاسبلين بتاعنا يجبار تاني فاعمل جراديوال تابرينج افر 7 او 10 ديز ويديشان اف 20 او 30 ميلي جرام ستيرويد فور وان ويكسا تابرينج افر اخر ويكس من ضمن الحاجات اللي بنقابلها ما هو سيقلل هيماتوبييس طيب دا بيحصل امتى الماكسما بندير عندي عند 12 اسبوع اول 3 شهور من استخدام الدواء وبعد كده العيان بتاعك بيخش في سيدي ستايت بل بالعكس كمان الهموغلمان بتاعك بعد كده عنده تندنسي طيب العين اللي حصل له اناميا هيستفيد. ايضاً اناميا ايضاً اناميا سيكون اناميا في term of the spleen volume reduction and symptom. وعشان كده البيزلين اناميا is not an contra indication of usage of jack to inhibitors. طيب نرجع لعياننا. عيان اقتدى الجاكافي بعد ست شهور الحمد لله. السبليم بتاعه بقى نورمل. السي بي سي نيرلي ارمال والنبي انتين سكور بعد ما كان خمسين على مية بقى خمسة على مية. ولكن بعد مرور سنتين العيان بتاعنا بروجريزد السبليم كبر تاني. ديفولوب ريزيستنس تو روكسونوتنب. وساعتها حتى الان احنا ما عندناش حل في مصر. طيب الانسي سي ان قالت ايه? قال استخدم اللي ما استخدمتوش قبل كده من اضر جاك تو انهيبتورز. كان الفادراتنب وده ابروفد in the term of the spleen volume reduction and symptom reduction. لكن للأسف ان تقريبا 20% من عين الميلوفيبروزيس بيكي في الاول بسرومبوسيتوبينيا. مش هينفع نستخدم معاه ولا الروكسونوتنب ولا الفادراتنب. وجالبك راتنب من سنة حل المشكلة بتاعت السرومبوسيتوبينيا. وخذ اندكيشن فور تريتمنتوف هاير ريسكو في الثرومبوسيتوبينيا. وليتلي من 2 ويكس اجو. ما منوتنب انسبيشال الانيميا. طيب دلوقتي اللي اتجاه كله ان انا اموديفاين ناتش الهيس ريس باي تارجيينج ثري بيلرز ات وان تايم. الموليكولر. الجاك ميتيشن and the others. البوم ماروهيستو باثولوجي. and the inflammation. اللي بدوره هيؤدي الى الديزيز موديفكيشن. فهيقلل الريسكو في اكيوكليكيميا فبالتالي هيزود السيرفايفل. اللي احنا شايفينه ده دي كلها مالتبول تارجيز اونجوينج ترايال. and bending approval in treatment of myelofibrosis. طولت على حضرتكو. I will conclude my talk by we should follow the WHO diagnostic criteria for diagnosis of myelofibrosis. Please don't forget the risk stratification and the impact in score before starting the therapy. JAK2 inhibitor provides a robust clinical benefit in the term of the spleen reduction and the symptom. Reduction treatment after roxenotinib failure or intonisans is still unmet need. For cytopenias you can use bacratinib and mamelotinib. JAK2 inhibitor is an ideal candidate for combination with other target therapy to modify the natural history of the disease of myelofibrosis. And by end of that I would like to thank you. Thank you Dr. Muhammad al-azeez Intelligent Rikshaver as usual. O.W. I mean I mean the same thing. What happened to Dr. Muhammad? Dr. We. We saw that a lot of cells have become cas. You can Gardak electric cover it. When I step in the patient with major interest of myelofibrosis. I think he was born back to you because the thing in the expo 2017 is that a lot of MRC عمليات المصابقة عن دكتور العظام عن دكتور موتيزب أو عن قصص عامل بشكل كبير يمكننا في الفترة الأخيرة بجانب التعاون مع جراحة أنه لا يوجد عيان عمليات المصابقة من غير ما يرجع للأسطنية والآخرية ويستطيع التعاون أنه لا يوجد عامل المصابقة كان عندي بس الصفصرين على حالات الميلوفي حالات الميلوفي واراضي انه خارج العيانين التي قد أصدقها قبل الانتران والسؤال الثاني. عينيين المشفى عاليا فترة كبيرة يعني ممكن يكونوا عدو سنة وكان معهم بشكل كبير على مستوي السيمتمز هل فيها زيارة الملقوصية. في الجانج في الجاك خلاص. أنا خلص في عمل حسابي دي. أنا خلص في معادي. دي أسئلة الدكتور محمول ما ليش دعو بيها. أول سؤال البري ترانس بلانت يوزد وفروكسونوتوني بالحقيقة أن البري ترانس بلانت يوزد وفروكسونوتوني بعمل مارفلوس تشينج في الترانس بلانت. إحنا عندنا مشكلة كبيرة اللي حقا نتكلم عليه في الأول أن العين بتاعها غالباً بيبقى جاي بهيوج سبلين. والهيوج سبلين ده بيقل الإنجرافمنت تمام بتاع الجمارو في العين بيعمل للإنجرافمنت فبالتالي مستوى فالترانس بلانت. فكلما كنا بنأتشيف سمولر مارجر اليداكشن. كلما يبقى الإنجرافمنت أحسن. قبل كده ما فيش حل غير أنت تدخل العين بتاعك يعمل ريديو ثيرابي وده بيأثر على ستمسل كليكشن يعمل بكل الهزرز بتاعته وبيزاود الإنسانس ريلابس. لما استخداموا الريكسونوتوني بقبل الترانس بلانت لحد دي ماينس سيفن وبعد ترايز ماينس ثري لو ان الانجرافمنت بتحسن جدا 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 جدا. النقطة التانية كمان ان الريكسونوتوني الدولاتي ابروت في تريتمينت اوف جي بي ايش دي. فبالتالي أنا استخدمت دواء حسن لي كوالاتي فلايف بتاع العين قبل ما يدخل. قبل ما يدخل للترانس بلانت. رقم اثنين قلل. فبالتالي حسن الانجرافمنت رقم ثلاثة لو استخدمتم بعد ده هيمنتين وفي ترايز زيادة على منتنس افطر ترانس بلانت فيقلل الجي بي ايش دي. نيجي للسؤال الثاني بقى سؤال حضرتك بعد استخدام الريكسونوتوني بلمدة سنة. ايه اخبار الموليكولر? الحقيقة ان فورتي سيفن برسنت من العينين اللي بيستخدموا الريكسونوتوني بعد افريج ثري ييرز بي اكوار يعني احنا عندنا زي اي دوا في الدنيا. يعني احنا دلوقتي بقينا بنتكلم في الترايلز وقبل ما الدوا يجي عندنا مصر بقى يتكلموا على ده هيبقى اخباره ايه? لان احنا عندنا دايناميك بروسس. الموضوع مش جاك ستيت باسوي انزات ست. احنا عندنا اندر لايينج. واتس بياند جاك تو ده ممكن يزود. عشان كل كده الاتجاه كله دلوقتي ان انت تيدي تمام? ان انت التلات حاجات اللي قلنا ان احنا هنأتاك دول مع بعض كل واحد فيهم هيشتغل بطريقة فهيقل الريزيستنس ويحسن الريسبونس. طبعا. لو في سؤال. طور برعي. طور برعي هو. طور بصير. طور برعي من فعف. شكرا دكتور محمد على المحاضرة. انا ساري بس بعد عن انسان يعني لو البلت اللاجل من السلامسين في مشوف البراكتس يعني ندي في ناس بتديل الترومبو باك تحسن الصفايا البلت. كونترا اندكيش. انا وقت بالي بس احنا بنشوفها كتير في. تشوفت موضة غلق. يعني اولا عندنا نقطة مهمين جدا مع ما له فيبروز. احنا قلنا ان الان بي ان معاهم من جزي انسان. الترومبو باك بيزود من خمسة الستة في المية ترومبو امبوليك مانيفستيشن. تانية نقطة ان الترومبو باك من لحق تن برسنت نورمال. ممكن يحصل معهم فيبروزيس مع استخدام اي نعم بس ما بقاش العين بترعي ما له فيبروزيس وارح اديله الترومبو باك يزود الفيبروزيس اكتر. النقطة الثالثة ان بعض قالت ان كلها زي كل ممكن بتاع العين بتاعك من فيز انتو عن اكيوت لوكيمي فريبوليد فعيان مايلو فيبروزيس مشان امومن يعني. ما نعرف ما مش حضرتك متى سألتيني سؤال ابسوليو كونترا انديكيشن. محمد فضل. محمد فضل. محمد فضل. مهم جدا لكل الانترونيس وبزات كلنا عندنا سونارات في العيادة وبنعمل العينين سونارات وبنلاقي الاسبلين كبير اتنين سنتي. او جاي لك عيان بايزوليتد اسبلين وميجا لاتنين سنتي. امتى ابعته وليه حضرتك? يعني يبقى الراجل بلت قد كده والاسبلين بتاعه اتناشر تلاتاشر. اعمل ايه? خلينا متفقين ان في ترم كده اسمه اسكان وميجا لي. هو ما باشي بس انا عايز اقول ان اتناشر تلاتاشر ده نور. ده ما لسه عشان. عشان بس يعني. لا ان كده كده محمد عبدالقادر مش هيلاحق على. لا 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 انا اقول لحضرتك بس محمد هي دي كانت اول حاجة هرد بيها ان في اسمه اسكان وميجا لي. ان انا هلاقي بتاعي ولكن الاسبلين بيعتمد على حاجات كتير قوي. باعتمد على الويت. باعتمد على السيكس. باعتمد على الايج. باعتمد على الدول من الفيسر الاوبستي. كل دول فيه كده العيان بتاعك كان فيه مرة قريت حاجة زي حسبة كده انا مش فاكرها طبعا يقول انه ممكن ده يبقى العيان بتاعك ده اكسبتد ولا لا. وكتير من العينين اللي عندهم بتاعه سبعتاشر سنتي وسبعتاشر سنتي. ولما يخص يبدأ الاسبلين بتاعه يريجرس. طيب امتى هفكر ان انا هبعاته بقى للدكتور. زي ما قلت في اول محاضرة خالص للعين بتاعك جاي عنده هنيمية. مع الاسبلين. تمام? رقم اثنين. عنده كونسسل سيمتونس. العيان عام يشتكي من نايت فييفر نايت سويت بوني فينز. تمام? ساعتها لا. هفكر. لقيت عنده السي بي سي بتاعته فيها سنة ليجو سايتوزوس. ويت نيرتروفيليا. وما عندهش افيدنس. لقيت العيان عندي ثرومبوسيتوزوس. بتاعتي عالية. وما عنديش ما يفكر ذلك. ساعتها هبعته للهيمتولوجست. لو ما فيش في السي بي سي العادية. هبعته فور بلاد فيلم ولا لا? يعني جاي. عامل له بلاد فيلم? لازم عام بلاد فيلم عشان لاندي واحدة من اللي ممكن توجهك. كلمة برضو نقطة مهمة ده محمد اثرها. ان لا تعني ان العين بتاعي مغالي فيبوزوس. كلمة تعني ان البوم مارو بتاعي انفلتريتت. يعني لو في انفكشن هيعمل هيبر اكتف بمرة هيعمل لو في ميلو فيبروزوس بفيبروزوس هيعمل لو في انفلتريشن بنانهي مالجنس هيعمل مهم. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم.